متابعيني الكرام أهلاً ومرحباً بيكم في حلقة جديدة النهاردة هنتكلم عن خمس تصرفات خاطئة أغلبكم بيعملها مع تركيبات الأسنان المتحركة سواء طقم كامل أو تركيبة جزئية بمشابك وبتدخلوا في مشاكل كبيرة مع الوقت النهاردة هنتكلم عن خمس تصرفات خاطئة لابد إنكم تتجنبوها كنوع من أنواع الوقاية أول تصرف خاطئ هو الأكل على ناحية واحدة كتير من مرتدي طقم الأسنان يقولوا لي يا دكتور أنا عندي وجع في ناحية أو عندي قرح أو التهابات في ناحية واحدة أو الطقم بيعد في ناحية قبل ناحية فبضطر آكل على اليمين أو باكل على الشمال وبهمل موضوع الأكل على الناحيتين بالتساوي للأسف دي بتسبب لي مشكلة كبيرة طبعاً بيحصل تآكل في عظام الفك وضمور في اللاسة في النحية اللي باكل فيها فألاقي طقم الأسنان مع الوقت وسع في ناحية أكتر من ناحية الطقم بقى غير متزن زي ما بنقول بيرقص على العظم وما فيهوش ثبات ونتجه بقى للطبيب لعمل بطانة أو تغيير الطقم أو استخدام لاصق طقم الأسنان بروتين إضافي ومصاريف إضافية الأصعب من كده إن تآكل العظام على ناحية واحدة للأسف بيعمل لي عدم تطابق في العضة ومشكلة في مفصل الفك الصدغي ألاقي المريض يبتدي يشتكي من صوت طقطقة، صوت فرقعة، صوت خشونة في مفصل الفك يلاقي صداع شد عضلي محدودية في فتحة الفم وجع في منطقة المفصل، في منطقة الخد، في الرقبة، في الكتف، في الظهر طنين في الأذن أو صوت صفارة دايما في الأذن يبتدي يحصل جز على الأسنان مع بعض الناس وبيتطور الأمر في أغلب الأحيان إلى تآكل في غضروف مفصل الفك أو انزلاق غضروفي ربنا يحفظ الجميع ونبتدي نفكر إن إحنا عايزين نشوف طبيب وجه وفكين أو أورال أند مكزيلو فيشيل سرجن وندخل في مشاكل كبيرة إحنا في غنى عنها إلى جانب إن الأكل على ناحية واحدة للأسف بيعمل لي انحراف في شكل الوجه نلاقي الفك السفلي بينحرف على ناحية واحدة لو نبصد في المرايا نلاقي نصف اليمين مش زي النصف الشمال في الوش بيحصل آسيمترية أو آسيمتري ما بين نص الوجه اليمين ونص الوجه الشمال زي ما بنقول بالبلدي كده شكل الوش بيتعوج الوش نفسه بيبقى فيه إعوجيج فنصحتي إن إحنا نعالج المشاكل اللي موجودة في الطقم حتى نستطيع أن نأكل على الناحيتين بالتساوي نأكل على اليمين ونقلب الأكل وناخده على الشمال ونأكل على الشمال ونقلب الأكل وناخده على اليمين تاني تصرف خاطئ أغلبكم بيقع فيه هو إهمال القرح والجروح الفموية مع طقم الأسنان خاصة في منطقة اللسان اللسان من أكتر المناطق الحساسة في الفم بيبقى عرضة أكتر للأورام والسرطنات ربنا يحفظ الجميع مع إهمال القرح الشخص يبقى عنده مثلا حاجة بتشك في الطقم أو حاجة خشنة في الطقم أو منطقة حادة في الطقم أو بيعد لسانه بسبب عرضة خاطئة مع طقم الأسنان أو عدم تعود ألاقي إن اللسان طول الوقت فيه قرح وإهمالها شهر واثنين وتلاتة وسنة واثنين وتلاتة والشخص يقول لي أنا متعايش مع قرحة اللسان للأسف ده شيء خاطئ جدا والقرح دي ممكن تقلب وتتحول إلى قرح سرطانية فنصحتي إن إحنا أي قرحة تبتدي تظهر فيه الفم بنخلع طقم الأسنان ناخد منه راحة نمضمط بالمضمضات الطبيعية الجميلة نهتم بالقرحة إلى أن تلتأم ونعاود لبس طقم الأسنان مرة أخرى لو الموضوع اتكرر تاني والقرحة ظهرت تاني بتجه لطبيب الأسنان والقرحة موجودة يشوفها يبتدي ينعم الطقم في المنطقة دي يلمع الطقم يوذيل أماكن الضغطي وذيل الأماكن الحادة وأجرب الطقم مرة أخرى تالت تصرف خاطئ هو إهمال العضة الخاطئة في طقم الأسنان ناس كتير تقولي يا دكتور أنا حاسس إن ناحية بتعد قبل ناحية أنا حاسس إن في أسنان عالية أنا حاسس إن ما فيش تطابق ما بين أسنان الطقم العلوي وما بين أسنان الطقم السفلي وأنا بحاول أتعايش مع المشكلة دي لا لا تتعايش مع العضة الخاطئة لأن العضة الخاطئة للأسف بتأثر لي على مفصل الفك الصدغي بالسلب ألاقي مفصل الفك بعد كده في طقطقة فرقعة خشونة جز على الأسنان انحراف في الفك محدودية في فتحة الفم وانزلق غضروفي وتأكل في غضروف مفصل الفك وندخل في مشاكل كبيرة إحنا في غنى عنها النصيحة بكل بساطة بتجه لطبيب الأسنان لو في أسنان عالية في الطقم بيبتدي الطبيب يزيل كل الهاي سبوتس أو كل النقاط العالية اللي موجودة في الأسنان للحصول على عضة متجنسة لو في ناحية بتعد قبل ناحية أو العضة منحرفة انحراف شديد غير قابل للتعديل بالتالي الأفضل أني أعمل طقم أسنان جديد رابع تصرف خاطئ أغلبكم بيقع فيه برضو هو إهمال متابعة ثبات الطقم طبعاً كلكم عارفين أن لما بيحصل فقدان للأسنان الطبيعية دايماً بيبقى فيه تآكل فيه عظام الفك ودمور فيه اللسة بصفة مستمرة فأتوقع أن كل فترة ألاقي طقم الأسنان وسع نتيجة لتآكل عظام الفك في الحالة دي ما تهملش الموضوع ده لابد أنك تتوجه لطبيب الأسنان يبتدي يعملك بطانة أو طبتين أو تدهيق ري لاينج لطقم الأسنان وبعد كده لو واسع برضو ممكن تستخدم اللاصق أياً كان الحل لتدهيق طقم الأسنان لكن ما تسبش أو ما تهملش طقم الأسنان اللي واسع فيه الفم لأن الطقم اللي واسع فيه الفم يعني بيتحرك أكتر يعني هيعمل لي قرح والتهابات وجروح يعني هيعمل لي تآكل فيه عظام الفك أكتر يعني العضة مش سليمة وهيأثر لي على مفصل الفك الصدغي خامس تصرف خاطئ بتعملوه هو إهمال النظافة ودي من أهم الحاجات اللي لازم أنصح بيها وكان لازم أحطها رقم واحد إهمال نظافة الطقم وإهمال نظافة الفم هيخلي طقم الأسنان عبارة عن بقرة بكتيرية موجودة في جسمي في الفم بتنشر بكتيريا إلى جميع أنحاء الجسم من خلال البلع بيزود لي من البكتيريا الضارة بيزود من حمودة الفم وربما يدخلني في رائحة الفم الكريهة ورائحة الطقم الكريهة وظهور الفطريات والقرح النصيحة اللي بقدمها هو الاهتمام بنظافة طقم الأسنان والاهتمام بنظافة الفم لابد أني أخلع طقم الأسنان بعد كل واجبة أشتفه كويس تحت مياه جارية وأبتدي أمسك الفرشة المخصصة للطقم والمعجون المخصص للطقم أنضف الطقم من جميع الاتجاهات برفق وأنزل كميات مياه جارية كافية على طقم الأسنان وقبل ما حطه فيه الفم لازم أكون منظف الفم كويس جدا بالفرشة المخصصة والمعجون المخصص ومضمط بالمضمضات الطبيعية ولو فيه أسنان متبقية طبيعية أبتدي أستخدم الخط الطبي أو الخلة المائية لابد أني أذور طبيب الأسنان لإزالة التكلسات الجيرية من الأسنان المتبقية ومنساش الروتين الليلي لتنظيف طقم الأسنان ممنوع النوم بطقم الأسنان لابد أني أخلع طقم الأسنان أنظف الفم كويس جدا وأحط طقم الأسنان في المحلول المطهر بالأقراص الفوارة المنظفة المطهرة لطقم الأسنان طوال فترة الليل أصحى الصبح أرمي الميا ديت وأشطف طقم الأسنان كويس جدا من جميع المواد الكيميائية اللي موجودة في الأقراص المطهرة وقلبس طقم الأسنان وأبدأ يوميا أتمنى تكونوا استفدتم من كل النصائح المقدمة النهاردة أي سؤال أو استشارة طبية اكتبوا لي فيه التعليقات برد عليكم بنفسي واشوفكم في حلقة قادمة إن شاء الله